أهلا بك أخر نقطة أو أول نقطة نستهل بها وما جاء على لسان أيس مجلس الأمة فيما يتعلق بالحوار الشامل ودعا إلى النخبة السياسية والأحزاب السياسية أن يكونوا على أهبة الاستعداد من أجل المشاركة في هذه الملحمة إن صح التعبير من أجل أن تكون هناك حملة للمشاورات من أجل بناء هذا البلد لكن سؤال المطروح ماذا ينقص الأحزاب السياسية والنخبة السياسية من أجل المشاركة الفعالة في خدمة هذا الوطن؟ أعتقد أولا أنه الذي ينقص الطبقة السياسية هو وجود مثل هذه الفضاء الحواري وأعتقد أن رئيس الجمهورية اليوم لما يدعو إلى حوار شامل بصيرة حوار شامل التخطيط للجزائر يعني لمستقبل جزائر وهذا النوع من الحوار في الحقيقة لم يسبق أن سمعنا مثل هذا الإرادة السياسية في الحوار مع الجميع من أجل تخطيط للجزائر فأصبحت الآن يوم طبقة سياسية كلها أمام رهان وتحدي أنها تفكر في مستقبل جزائر لم يعد فقط شأن مؤسسات الدولة أو تشرعية وغيرها اليوم التخطيط لمستقبل جزائر أصبح هو النداء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في الحقيقة هذا في الحقيقة سيكون دافع لكل الوطنيين الصادقين باش ينخرطوا في هذا الحوار الذي يعتقد أنه التخطيط لمستقبل جزائر لن يكون مؤقت حوار لالتقاط الصور يعكس أنه سيكون حوار عميق وهذا الحوار هو الذي سيكون موجه للكل الوطني في ظل هذا المعنى وهذا المصطلح لتعا مستقبل جزائر إذا ربطنا هذا الأمر مع الشعار تعا الحملة الذي خاده الرئيس اليوم اللي أصبح اليوم رئيس كل جزائريين اللي هو جزائر منتصرة نفهم بأنه جزائر الآن ستدخل معركة تنموية ومعركة على جبهات كثيرة وخاصة هدفية الانتصار والنصر هو الذي يكون مستهدف الجميع إن شاء الله إن شاء الله والمتابع ربما للشأن الداخلي يرى بأنه هناك الجزائر مرت عبر مراحل خاصة بالعهدى الأولى والعهدى الثانية فكانت العهدى الأولى هي عهدى للإصلاحات استرجاع عدد من المكتسبات الأموال المنهوبة على سبيل المثال إعادة بناء البنية التحتية للجزائر انطلاق في الاقتصاد وقاطرة الاقتصاد لتأتي اليوم العمل المشاركة أو الديمقراطية المشاركة من أجل أن يكون هناك الكل لديه كلمة في هذا الوطن فاليوم سؤال هو مطروح نية رئيس الجمهورية في بناء الجزائر هي نية صادقة فعلى عكس ما كنا نشاهده في السابق أحدية القرار ومركزية القرار قد ولى عهدها فاليوم هناك تشاركية في صناعة القرار طبعا هو العهدى الأولى يعني كانت فيها في الحقيقة ليس فقط في الجانب الاقتصادي كان هناك ركائز أرسية لجانب التنموي الاقتصادي وكذلك الجانب السياسي نحن شهدنا في العهدى الأولى حوارات مع الأحزاب كانت الأحزاب حتى أنه الرأي العام الوطني أصبح يتذكر كلمة بطالب منه بطالب منه التي كنا نقرأها في نشريات صفحة الرئاسة فهذا في الحقيقة يرسى تقاليد جديدة للديمقراطية سواء في حوار مع الصحافة أو في حوار مع الأحزاب اليوم في العهدى الثانية هناك شيء متقدم وهو حوار من أجل تخطيط لمستقبل جزائر أما إرساء قواعد الديمقراطية فقد تم في العهدى الأولى بشكل واضح أول مرة في العهدى الأولى نسترجع لقاء رئيس الجمهورية مع الأحزاب يعني كان في آخر العهدى كان لقاء كبير مع كل أحزاب التمثيلية فأعتقد أنه اليوم هذا المصار الديمقراطي هو الذي يخدم التنمية لا يمكن أن نرى تنمية بدون حكم راشد بدون تمثيل حقيقي بدون ديمقراطية كما قال الرئيس ليست ديمقراطية تلواجهة يعني قال هو حقيقية أو حقا نريد أن نصي لهذه الدمقراطية الحق لأنه في المراحل السابقة كان هناك تقسير وهناك إخفاقات في الوصول لهذا المستهدف الكبير الذي هو في الحقيقة يعكس انتصال الجزائر التي كان يحلم بها الشهداء الشهداء رحمهم الله لما وضعوا في بيان أول نوفمبر والمجاهدين كذلك بيان أول نوفمبر بناء دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية هذا معناها الخيار الديمقراطي هو 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 خيار ثوري والخيار اجتماعي الدولة هو خيار ثوري كذلك وتأطير ثوابتي للأمة الجزائرية هو خيار ثوري فأعتقد أن العهدة هذه هي عهدة فعلا تحديات ينبغي أن ننتصر فيها طيب سأعود لك سيد خونة عوض مجلس الأمة عن الثوريث الرئاسي لمواصلة هذا النقاش ونقاط أخرى فيما يتعلق بقانون المالية قانون البلدية الولاية وأيضا تقسيم الإداري سأعود لك بعد فاصل إشاري متابعين الأكارم ابقوا معنا أهلا بك أخر نقطة أو النقطة نستهل بها وما جاء على لسان أيس مجلس الأمة فيما يتعلق بالحوار الشامل ودعا إلى النخبة السياسية والأحزاب السياسية أن يكونوا على أهبة الاستعداد من أجل المشاركة في هذه الملحمة إن صح التعبير من أجل أن تكون هناك حملة للمشاورات من أجل بناء هذا البلد لكن سؤال المطروح ماذا ينقص الأحزاب السياسية والنخبة السياسية من أجل المشاركة الفعالة في خدمة هذا الوطن أعتقد أولا يعني أنه الذي ينقص الطبق السياسي هو وجود مثل هذه الفضاء الحواري وأعتقد أن رئيس الجمهورية اليوم لما يدعو إلى حوار شامل بصيغة حوار شامل التخطيط للجزائر يعني لمستقبل جزائر وهذا النوع من الحوار في الحقيقة لم يسبق أن سمعنا مثل هذا الإرادة السياسية في الحوار مع الجميع من أجل التخطيط للجزائر فأصبحت الآن يوم طبقة سياسية كلها أمام رهان وتحدي أنها تفكر في مستقبل جزائر لم يعد فقط شأن مؤسسات الدولة أو سواء تشرعية وغيرها اليوم التخطيط لمستقبل جزائر أصبح هو النداء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في الحقيقة هذا في الحقيقة سيكون دافع لكل الوطنيين الصادقين باش ينخرطوا في هذا الحوار الذي يعتقد أنه التخطيط لمستقبل جزائر لن يكون مؤقت حوار لالتقاط صور يعكس أنه سيكون حوار عميق وهذا الحوار هو الذي سيكون موجه للكل الوطني في ظل هذا المعنى وهذا المصطلح متع مستقبل جزائر إلا ربطنا هذا الأمر مع شعار الحملة الذي خاده الرئيس اليوم الأصبح اليوم رئيس كل جزائريين اللي هو جزائر منتصرة نفهم بأنه جزائر الآن ستدخل معركة تنموية ومعركة على جبهات كثيرة وخاص هدفية الانتصار والنصر هو الذي يكون مستهدف لجميع إن شاء الله إن شاء الله والمتابعة ربما للشأن الداخلي يرى بأنه هناك الجزائر مرت عبر مراحل خاصة بالعهدى الأولى والعهدى الثانية عهدى للإصلاحات استرجاع عدد من المكتسبات الأموال المنهوبة على سبيل المثال إعادة بناء البنية التحتية لجزائر انطلاق في الاقتصاد وقاطرة الاقتصاد لتأتي اليوم العامل المشاركة أو الديمقراطية المشاركة من أجل أن يكون هناك الكل لديه كلمة في هذا في هذا الوطن فاليوم سؤال هو مطروح نية الجزائر نية رئيس الجمهورية في بناء الجزائر هي نية صادقة فعلى عكس ما كنا نشاهده في السابق أحدية القرار ومركزية القرار قد ولا عهدها فاليوم هناك تشاركية في صناعة القرار طبعاً هو العهده الأولى يعني كانت فيها في الحقيقة ليس فقط في الجانب الاقتصادي كان هناك ركائز أرسية لجانب التنموي الاقتصادي وكذلك الجانب السياسي نحن شهدنا في العهده الأولى حوارات مع الأحزاب كانت الأحزاب حتى أنه الرأي العام الوطني أصبح يتذكر كلمة بطالب منه بطالب منه التي كنا نقرأها في نشريات صفحة الرئاسة فهذا في الحقيقة إرساء تقاليد جديدة للديمقراطية سواء في حوار مع الصحافة أو في حوار مع الأحزاب اليوم في العهده الثانية هناك شيء متقدم اللي هو حوار من أجل تخطيط لمستقبل الجزائر أما إرساء قواعد الديمقراطية فقد تم في العهده الأولى بشكل واضح لأول مرة في العهده الأولى نشوف نسترجع لقاء رئيس الجمهورية مع الأحزاب يعني كان في آخر العهده كان لقاء كبير مع كل أحزاب التمثيلية فأعتقد أنه اليوم هذا المصار الديمقراطي هو الذي يخدم التنمية لا يمكن أن نرى تنمية بدون حكم راشد بدون تمثيل حقيقي بدون ديمقراطية كما قال الرئيس ليست ديمقراطية تلواجهة يعني قال هو حقيقية أو حقا نريد أن نصي لها الديمقراطية الحقا لأنه في المراحل السابقة كان هناك تقسير وهناك إخفاقات في الوصول هذا المستهدف الكبير الذي هو في الحقيقة يعكس انتصال الجزائر التي كان يحلم بها الشهداء الشهداء رحمهم الله لما وضعوا في بين نوفمبر والمجاهدين كذلك بين نوفمبر بناء دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية هذا معناها الخيار الديمقراطي هو خيار ثوري والخيار اجتماعي الدولة هو خيار ثوري كذلك وتأطير ثوابتي للأمة الجزائرية هو خيار ثوري فأعتقد أنه العهدة هذه هي عهدة فعلا تحديات ينبغي أن ننتصر فيها سأعود لك سيد خونة عضو مجلس الأمة عن الثوري الرئاسي لمواصلة هذا النقاش ونقاط أخرى فيما يتعلق بقانون المالية قانون البلدية الولاية وأيضا تقسيم الإداري